ان كان حلمك شراء دار او قطعة ارض في بغداد فقد يبقى حلم لا اكثر فاسعار العقارات في العاصمة وصلت لمستويات مرتفعة فسعر المطر الواحد في منطقة شعبية يتجاوز المليون دينار اما في المجمعات السكنية فيزيد على الالف دولار اسعار يجدها البغداديون خيالية امام مدخلاتهم المالية انا اشقد يا الله اقدر اشتري قاع او مثلا شقة يمكن ان يحتاج لفد 30 سنة يا الله اقدر اشتري صعب غير التسهيلات جاي تروح للناس اللي هما اصلا عدهم منازل هما اللي عدهم فلوس واحنا اللي ما عدنا فلوس كشباب كعوائل للأسف ننصدم بالجور اللي مرتفعة 20 سنة ما جمع فلوس قاعد يعني هورات بكلية 800 لان اقدر ارتفاع هذا الاسعار ما لبيوت والقياعين اقدر اشتري ما اقدر اشتري اسعار العقارات في العاصمة افحت تفوق اسعار العقارات في دول تتوفر فيها جميع الخدمات ومع تعظم النمو السكاني تفاقمت ازمة السكن لسيما مع عدم انشاء مدن جديدة لاسباب عدة يتقدمها الفساد كما تقول هيئة الاستثمار الطلب بالعراق اليوم لم يتم تلبيته بالمشاريع سواء الحكومية او الاستثمارية اللي قامت طبعا للأسباب اللي يقول يعرفها اللي هي ما بين الفساد والبيروقراطية والتلك وكل هاي الامور ارتفاع الاسعار جعل بغداد مكانا غير ملائم لشراء العقار عند العديد من المواطنين وهذا ما جعل بعضهم يتوجهون للشراء في دول اخرى لسيما مع استمرار غياب الحلول لانهاء ازمة السكن ومعالجة ارتفاع الاسعار ما تحتاجه ازمة السكن لحلحلتها يزيد عن ثلاثة ملايين وحدة سكنية وفق احصائيات رسمية ومع ارتفاع اسعار العقارات بشكل خيالي يبقى حلم شراء سكن في العاصمة صعب المنال على الكثيرين من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير اشتركوا في القناة